تتواصل في كرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية أعمال حصاد فاكهة البرقوق ويعد هذا الموسم موسم حصاد البرقوق مصدر رزق وسعادة للأهالي وتنتج كفر شكر أنواع مختلفة من البرقوق منها السكري والبلدي تشتهر قرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية بزراعة البرقوق أو ما يطلق عليه فاكهة الملوك ويعد موسم حصاد البرقوق مصدر رزق وسعادة للأهالي وتنتج مزارع كفر شكر العديد من أصناف البرقوق ومنها البلدي والسكري والسنتروز وغيرهما وتطبق المزارع جميع معايير السلام والتكويد مما يسمح بتصدير كميات كبيرة من المحصول للخارج بالنسبة للأصناف التي هي التقليدية المصرية الأديمة اللي هي عبارة عن سكري، هليود، كولوماكس، ياباني وآخر حاجة اللي هي السنتروز اللي احنا بصد الجماعة حاليا بيبدأ الجمع من أوائل خمسة لنهاية ستة وطبعاً بيتجمع بطريقة معينة لازم تبقى العمالة مضربة لأنه بترصب بطريقة معينة وبترصب كراتين ومتحطش في إفاصلة وتبدأ زراعة البرقوق في شهر فبراير ويستمر الموسم حتى نهاية شهر أغسطس بنجمع البرقوق، بنجمع عماله، بنضربها، بنزبطها على أن البرقوق ده في تجميعه له معاملة خاصة لازم نجمع بطريقة الأصابع كده عشان البدرة أو الوابرة اللي عليها ما تتشهلش وبنجمعه وبنعبيه وبنوزعه في الإسواق هذا ويتميز البرقوق بأن له معاملة خاصة في حصاده عن باقي أنواع الفاكهة حيث يتم جمعه بشكل خاص داخل كراتين سواء للتوزيع الداخلي أو للتصدير إلى أسواق العالم تحت لافتة منتج تمت زراعته في مصر